في خطوة حكومية تركت صداً إيجابياً واسعاً في الأوسط السياسية العراقية يأتي قرار رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة الجديد في خطوة يرى الطيف السياسي أنها تجسد حرص الحكومة على اختيار الشخصيات الكفؤة المتمرسة لتولي المناصب الحساسة التي تمس جوهر العمل الحكومي في مكافحة الفساد أحد أهم أولويات الحكومة ويأتي تكليف اللامي في إطار مساع السوداني المستمر لضمان تنفيذ خطة الإصلاح الحكومي حيث يعد هذا الاختيار تتويجاً لخبرة اللامي الطويلة في العمل القانوني والإداري في هيئة النزاهة فقد شغل اللامي العديد من المناصب المؤثرة في هذه الهيئة منها الوقاية والاسترداد والقانونية ما يعكس فهمه العميق لطبيعة العمل المناطي بهذه الهيئة وأهمية الحفاظ على النزاهة في مؤسسات الدولة اللامي المولود في بغداد عام 1975 والحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون يعد أحد أقدم المديرين العامين في هيئة النزاهة تاريخه المهني المتنوع والمليء بالإنجازات في مجال مكافحة الفساد والذي بدأ منذ توليه مناصب مهمة في دوائر النزاهة المتعددة يجعل منه الرجل المناسب في هذا المنصب المحوري وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد يعتبر تعيين شخصية مثل اللامي إشارة واضح من رئيس الوزراء السوداني على التزام حكومته بتعزيز الشفافية والمحاسبة ومواصلة حربها ضد الفساد على جميع المستويات